نشوف الحالات اول حالة لو قلت تميق ملح كولوريد امونيوم تميق ملح كولوريد ايه امونيوم ونشوف بقى هيطلع حمضي ولا هيطلع قاعدي ولا هيطلع متعادي امسك الملح اللي هو كولوريد الامونيوم NH4CL واعمل له تأيض الملح بعمل له تأيض هيديني NH4 موجبة زائد CL سالبة تمام كده؟ كويس اول قادل ايه الملح وبعدين اجيب المية انا عارف ان كتاب المدرسة بيكتب المية الاول بس انا عايز اعمل الملح الاول عشان اعرف انا هاخد عدد مولات مية اديه من خلال عدد الشحنات بتاعت الايه الملح او الايونات بتاعته يعني ده مثلا موجبة بواحد بس وده سالب واحد بس يعني موجبة بواحد في واحد سالب واحد في واحد يبقى احتاج ايه مول واحد من المية لو كان هنا مثلا موجبة باثنين او كانت موجب واحد في اتنين او موجب واحد في تلاتة يبقى كنت اختار تلاتة مية اه يا رب تكونوا فهمتوا الحطة الصغيرة دي عشان لما تيجي تعمل معادلتك تطلع المعادلات موزونة مع بعض انا بختار عدد مولات المية على قد الشحنات الموجبة او الشحنات السالبة والشحنات بجيبها ازاي بضرب عدد المولات اللي على الشمال في الشحنة اللي فوق اعرف انا هحتاج قد اين المية هحتاج كام اتش موجبة وكام او اتش سالبة يا رب نكون فيهمنا حده عشان كده انا بكتب الملح الاول واد المية هيديني اتش موجبة او اتش سالبة اخلي الاتش الموجبة تحت الاسي ال السالبة وخلي الOH السالبة تحت الNH4 الموجبة هي دي كلمة تبادل أيونات الملح والماء موجب مع سالب سالب مع موجب تبادل أيونات الملح والماء وبعدين أجمع بالجمع يبقى NH4 CL زائد المياه H2O يساوي لما جي أجمع الاتنين دول NH4OH ده من القلويات الضعيفة طب يعني إيه قلويات ضعيفة نرجع على الحتة اللي احنا خدناها قبل كده يعني إيه قلويات ضعيفة يعني غير تام التأين قلوي ضعيف يعني غير تام التأين ومعنى كلمة غير تام التأين يعني الصورة اللي غلبة على المركب في المحلول إنه يكون في صورة جزيئات الصورة الغلبة عليه إنه يكون في صورة جزيئات يبقى أكتبه في صورة جزيء تمام زائد HCL لأ ده HCL ده حمض قوي وكلمة حمض قوي يعني تام التأيون في الماء يعني يبقى موجود في صورة أيونات آه يبقى أكتبه في صورة أيونات H موجبة و CL سالبة يبقى ده حمد حمد إيه قوي تام التأي ركز بقى معي كويس جدا عشان تعرف تكتب الكلام اللي هنقوله أنا دلوقتي لما أينت المية اددتني ال-OH المسؤول عن القاعدية مساوي لتركيز ال-H الموجبة المسؤول عن الحامضي كانوا الاتنين بيساوا بعض تمام كده لكن لما أنا حطيت الملح ده في المية المية كانت متعدلة الموجب أدت سالب المسؤول عن الحامضية أدت المسؤول عن القاعدية لما حطيت الملح في المية إيه اللي حصل قال لآيون ال-N-H-4 الموجب جذب إليه آيون ال-OH السالب واتحد معاه وكون قلو إيه ضعيف التأيين يبقى تركيز ال-OH السالبة دي المسؤول عن القاعدية بيقل في المحلول يبقى أبدأ بالعبارة دي أقول تركيز ال-OH السالبة بيقل في المحلول لإتحدها مع آيون الآمونيوم مكونا قلو ضعيف وحسب قاعدة لوشت ليه ينشط تأيين المية في الاتجاه الطار دي عشان يعوض نقص ال-OH فكل ما المية تتأيين تدي OH وتدي معها كمان H ال-OH يسحبها الأمونيوم ويعمل بها قلو ضعيف وال-H الموجبها تزيد في المحلول تزيد في المحلول تزيد في المحلول يبقى يصبح المحلول في النهاية حامدي محلول كولوريد الآمونيوم حامدي تمام كده وبالتالي لما يبقى حامدي أتكلم عن ال-BH وأتكلم عن الأدلة أيوة يبقى هيربطني بال-BH ويربطني بالأدلة إزاي ال-BH يبقى أقل من 7 عشان حامدي طب والأدلة يبقى يخلي الأدلة تاخد الألوان بتاعة الوسط الحامدي يعني دليل عباد الشمس يبقى أحمر دليل المسيل يبقى أحمر دليل الفينول في سريني يبقى عديم اللون دليل الأزرق بروموثيمول يبقى أصفر فاهمين يا جماعة يبقى هنا هيربطني بحتة الأدلة بحتة تميق الأملاح يقول لعلل محلول كولوريد الأمونيوم يحمر مثلا المسيل البرتقالي أو يجعل الفينول عديم اللون أقول له ليه أقول التميق ده كامل بالكلام اللي أنا قلته يتكتب وبعدين في الآخر أقول له يصبح المحلول الحامدي فيكون لون الدليل كذا أو يربطها لي بالإيه تعالوا نشوف كده معناتك تميق الأول كولوريد الأمونيوم رمز كولوريد الأمونيوم أنا هكتب كده هقول بسم الله الرحمن الرحيم تميق تميق كولوريد الأمونيوم تميق كولوريد تميق كولوريد الأمونيوم ماشي طيب طيب ما المقصود بتميق كولوريد الأمونيوم يعني كولوريد الأمونيوم ملح هيتميق هيزوب في الماء ويعطي هيعطي حمض هايدروكلوريك HCL حمض قوي بما أنه حمض قوي يعني يتفكك كلياً أو يتاين كلياً في الماء ومعنى تميق كولوريد الأمونيوم يعني كولوريد الأمونيوم يتميق يعني كولوريد الأمونيوم يزوب في الماء ويعطي حمض قوي وقلوي ضعيف إداني هنا هايدروكسيد الأمونيوم NH4OH يبقى حمض قوي تم التأين يبقى حمض هايدروكلوريك هو حمض قوي وهيدروكسيد الأمونيوم قلوي ضعيف إذن في النهاية هنا هذا المحلول لما كولوريد الأمونيوم يتميق لما يزوب في الماء المحلول في الآخر هيبقى حمض التأثير بما أنه حمض التأثير يعني قيمة البي اتش أقل من سبعة لو عملت كده أخذ نص الدرجة النص التاني لما هكتب لكم المعادلة بس بعد ما نسمع تعليق الميستر خالد على تميق كولوريد الأمونيوم تفضل طبعا في تميق محلول كولوريد الأمونيوم زي ما أستاذنا قال دعبارة عن حمض قوي مع قعدة ضعيفة لما نجي نكتب معادلات التميق نجد ان HCL دعبارة عن حمض قوي ون H دعبارة عن قلوي ضعيف ن H فور CL يعطي ن H موجب و H سالب ايونات ايونات ال H المجابة لا تتحد مع SL السالب عشان ده كده عبارة عن حمض قوي اذا لا يحدث نقص في تركيز ايونات ال H المجابة يعطي وتبقى وطبقا لقعدة نشاتي ليه تتأين جزائيات اخرى من الماء معطية ايونات H مجابة و OH سالبة ال OH السالب هيعوض النقص الذي حدث طبعا H موجب خل ال OH كده فيه سحب مستمر لايونات ال OH السالبة لذلك تبقى لقعدة نشاتي ليه عشان يتم تعود هذا النقص في ال OH السالب بعض جزائيات من الماء تتأين تدينا H موجب OH سالب انا ما عنديش نقص في ال H الموجب اذا حدث زيادة فيه ايونات ال H الموجابة ويترتب على ذلك ان تركيز ايونات ال H الموجابة اكبر من تركيز ايونات ال OH السالبة فيكون المحلول محلول حمضي اي ان B H اقل من سبعة تحمر ورقة عباد الشمس استاذنا هيوضح معادلات التامل اتفضل يا استاذنا شكرا ليه مستر على التوضيح الجميل فاضل قلتلكو بعد ما نكتب كل الكلام اللي انتم سمعتوه فاضل ايه فاضل نكتب المعادلة احنا بنقول كولوريد الملح اللي عندي كولوريد الامونيوم رمز كولوريد الامونيوم ان H4CL هذا الملح في جزء منه موجب في جزء منه سالب يتميق يعني يزوف الماء يزوف الماء الماء عبارة عن H موجب واكتب على السهم هنا تميق يبقى عندي ملحة ومية هيديني حمد الهيدروكلوريك HCL ولانه حمد قوي حمد الهيدروكلوريك حمد قوي فيتأين يتفكك كليا في الماء الى ايونات الهيدروجين الموجبة زائد ايونات الكلوريد السالبة طيب هتقولولي طب ما الهيدروجين في مية ايونا الهيدروجين الموجب ممكن نقول هيدرونيوم موجب وكلوريد سالب زائد NH4OH زائد هيدروكسيد الامونيوم NH4OH يبقى هنا هتقولولي ليه كتبت الحمد تم التأين عشان حمد الهيدروكلوريك حمد قوي طب ليه كتبت ليه كتبت هيدروكسيد الامونيوم على بعضها عشان هي قلوي ضعيف مين هنا بقى الايون السالب الايون السائد الذي يؤثر على عباد الشمس مفيش الا ايون الهيدروجين الموجب اللي بنسميه ايون الهيدروجين الموجب او ايون الهيدرونيوم الموجب الذي يحمر عباد الشمس لو رجعنا بالذاكرة لخمس دقائق مستر خالد قال لو انا عندي اربعة نبيب وحطيت هنا ورقة عباد الشمس الزرقاء ليه بتحمر لان ايون الهيدروجين الموجب البروتون الموجب او ايون الهيدرونيوم الموجب هو السائد كده يبقى قلنا اول واحد اللي هو تميق كولوريد الامون تعالوا بقى نشوف اشتركوا في القناة